السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الحركة المفصلة للحركة الفلكية لليوم الاثنين واحد أيار مايو والقمر اليوم موجود بالعذراء وعندنا خلوم مسار وعندنا بداية تراجع كوكب بلوتو القمر اليوم موجود في منزلة العواء اللي هو الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح طبعا منزلة العواء هي للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وأربع دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر اليوم موجود زي ما حكينا في برج العذراء صحيح أنه في خلوق مسار ولكنه في ساعات متأخرة وما رح يكون في انتقال لبرج الميزان فعشان هيك اليوم منعود لطبعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك وردة أو شاردة دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كتدخين وشرب الكحول والمهدئات والأمور هاي وبوسع نقتناع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي اليوم بدأت تأثيراتها وهي زاوية اقتران يعني بدنا نحكي هي ممتزجة ولكن الغالب عليها طبع السلبية بين الشمس وبين أورانوس فعشان هيك بنأخذها كسلبية بنأخذها كممتزجة طبعا تأثير هاي الزاوية هو رح يكون يعني طويل شوي فعشان هيك تأثيراتها ابتداء من اليوم زي ما حكينا ولكن ذروتها يوم 6-5 وبتستمر ليوم 13-5 وقت تشكل هاي الزاوية رح يكون يوم 9-5 الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج غالبا بسبب هاي الزاوية بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات وبتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة بتجعلنا نقطع في أحكامنا نعرف في نوع من أنواع التحولات في مصارات حياتنا اللي شوي ممكن يكون قاسي علينا ومفاجئ من ميلة المبالغة على تقدير قوتنا وقوة عدونا ممكن نتعرض لبعض الاضطرابات اللي إلها علاقة بالقلب أو اللي هي التشنجات العضلية بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي مستمرة تأثرتها لغاية يوم 7-5 طبعاً هاي الزاوية تعطينا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وبتعمل نشاط عام بالرحلات الجوية والتنقلات والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي استمرار تأثيرها رح يظل لغاية يوم 13-6 طبعاً هاي زاوية ذروتها يوم 23-5 تبدأ قوة أو حدة هاي الزاوية من 16-5 إلى 35 ولكنها مستمرة من 28-4 إلى 13-6 بيحقق بعض الأشخاص تقدم على حساب الآخرين يعني كنت ديروا بالكم من اللي بتتعاملوا معهم خصوصاً اللي بتتعاملوا إما بالدراسة أو بتتعاملوا بالوظائف أو عندهم مشاريع معينة أو ابتكارات أو اختراعات أو تطوير لشيء فبروح بيطلعوا على شخص فهذا الشخص بيستغل المعلومة بروح بيقدمها بدل منه وبنسبها لحاله فبوخد تعبه أو بيحكي فكرة أو بعاطي علم أو بالفكتاب أو إلى ما لنهاية وهاي الزاوية برضو بتأثر على مؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير طبعاً هنا التركيز رح يصير على الميزانية الأكبر للعسكر أو للجيش وهنا بتصير عدة أمور يعني مرعبة ممكن في هاي الفترة يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير ولكن بي منهم رح يكون متسلق يعني وتكون الأمور خيبة وزيادة تحكم وكذب عبدقون أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وأنها هي مستمرة تأثيراتها لأيوم 11-5 هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وعادة في الزاوية اللي مثل هيك اللي هي السلبية ما بين هذول الكوكبين دائما بتزيد في هاي الفترة اللي هي أمور العلاقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال وبتسبب من نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في حياتنا العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية المهدئة أو المنشطات طبعا هاي الزاوية برضو بتدل على تراجع في مدخيل الأسطول البحري والأمور اللي إلها علاقة بالسوائل بصير فيها نوع من أنواع الإضطراب زي النفط تحديدا وبرضو بتعمل نوع من أنواع الكسل لدى العاملين بالقطاعات اللي إلها علاقة بالصناعة والنسيج والتجميل وبغيب الحس الفني عن الساحة الفنية وممكن يلاقي بعض الفنانين خيبات أمل أو بعض المشاكل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي برضو مستمرة لغاية يوم 12-5 طبعا هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما أنه بيسهل من عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل وبتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك بهاي القدرة للفن والديكور والتجميل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة ومنحق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لتطوير علاقة عاطفية برضو بتركز هاي على نوع من أنواع الاضطراب ولكن اضطراب تصاعدي أو محاولة معالجة بعض الأمور اللي بتتعلق بمؤسسات المالية والبنوك لبعض البلاد والاستثمارات لبعض الدول طبعا بصير التركيز على المشاريع الترفيهية والسياحية لأنها هي بتصير المصدر اللي ممكن يجيب الدعم فترة مناسبة لعقد اتفاقيات سلام أو توقيع اتفاقيات تجارية خصوصا مع الدول الأجنبية هنا برضو التركيز بيرجع بيركز على رجال الدين والقضاء لأنه راح تركز هاي الزاوية عليهم وبرضو يعني ممكن شوي هيك يكون في بعض المنتجات أو الانتاجات الجديدة للأسواق اللي غالبا بتكون يعني لها استحسان خاصة للجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي مستمر وبتأثراتها ليوم ثلاثة خمسة طبعا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل والعلاقات تكون جيدة مع الآباء بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي والأمور اللي إلها علاقة بمناجم التعدين والبورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي برضو تأثراتها مستمرة لغاية يوم 22-6 طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة وممكن تضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتتراجع مداخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه طبعا الأكيد ولابد من وقوع أزمع المستوى العقائدي وبالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من أيدي طرف أيدي خفية تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد أو يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق والغابات أو الزلازل وخصوصا من الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجد النشاط بعض البركين أما بالنسبة للزوايا الأساسية اللي اليوم رح تبدأ تأثيراتها أو بدأت تأثيراتها على هذا اليوم أول زاوية احنا ذكرناها من يوم أمس هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي مستمرة تأثيراتها قلنا لأنه هاي ذروتها الساعة ثنتين وثمانية وخمسين دقيقة من مساء يوم الأحد أو من بعد عصر يوم الأحد ولكن بتستمر التأثيرات لغاية مساء يوم الأثنين منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية والدل على حسن حالة الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس وتوفر جو من السلام والاستقرار في البلاد وازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي برضو ذروتها في ساعات مساء اليوم الأحد ولكن تستمر تأثيراتها لغاية صباح يوم الاثنين هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها ساعة سبع وأربع دقائق من مساء اليوم الأحد ولكن زي ما حكينا إنه تأثيراتها مستمرة حتى صباح يوم الاثنين فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لمشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات وخصوصا أو كفاءة للتجارة بصير في عنا ثقة بالنفس بنتقلق بفضل أو بطاقة هاي الزاوية بتدل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم نشاط في المواصلات وخصوصا الداخلية منها كما بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم أول حدث رح يصير معنا في ساعات الصباح هو حدث مش سهل يعني بيدل على أنه الفترة القادمة رح يكون فيها بعض الصعوبة هي تراجع بلوتو في الدلو طبعا تراجع بلوتو في الدلو مستمر ومدته رح تكون قرابة الخمس شهور ورح يبدأ تراجع بلوتو ساعة خمسة وثمان دقائق صباحا من صباح هذا اليوم في برج الدلو ورح يستمر هذا التراجع حتى يوم 11-6 ليرجع متراجعا لبرج الجدي ورح يظل مستمر في التراجع في برج الجدي حتى بعد منتصف ليل يوم 11-10 بعدها بيرجع للحركة الأمامية في برج الجدي وبستمر بالحركة الأمامية وبعاود بيرجع على برج الدلو يوم 21-1-2024 بيرجع للدلو بعدها بده يعود يرجع يعني بحركة متشابهة طيل الفترة ولكن هي التركيز أنه هو رح يمشي بحركة تراجعية الآن ليوم 11-6 بعدها بيرجع للجدي وبكمل تراجعه لغاية يوم 11-10 في فترة تراجع كوكب بلوتو هذا الكوكب اللي بيتحكم بعالم ما وراء الحياة وكوكب السيطرة على التطرف والجنس علينا أن نتوقع بهاي الفترة تصرفات متطرفة من الأشخاص اللي منتعامل معهم وبرضو هاي بتشملنا إحنا يعني رح يكون في عنا حدية بالطباع ومتزمتين بقراراتنا وحادين بالتعامل وهذا الشيء رح يسبب كثير من المشاكل لأنه بالفترة هاي يعني إذا كرهت شخص أو إنسان معين فهاي الكراهية بتزيد أكثر وبرضو بنحاول نفرض على الغير إنهم يكرهوا معنا بيحاول البعض منه إنه يفرض رأيه بالقوة على الغير وهاي الفترة أيضا بتكثر حوادث العنف الجنسي والتقلبات والمشاكل وهاي فترة طبعا زي ما حكينا مدتها خمس شهور حوالي خمس شهور هي زيادة يا كم يوم عن الخمس شهور أما بالنسبة للحدث اللي بعديه اللي هي الزاوية اللي بعديها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي ذروتها ساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين طبعا بتستمر تأثيراتها من الآن تقريبا موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية مساء يوم الاثنين بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بيزيد اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير واحترام الحريات خصوصا حرية المرأة وبيشهد هذا اليوم نشاط في حركة القطوط الجوية وزيادة موارد الصناعة الدقيقة وقطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي مستمرة بتأثيراتها طبعا ذروتها ساعة تسعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج تأثيراتها بتستمر من ساعة منتصف ليل الأحد على الاثنين يعني من ساعة منتصف الليل بعد قليل وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا حماسنا برضو هذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بتدل على حسن الحال النفسي للجند ورجال الأمن والعمال في قطاع الصناعة وارتفاع معنوياتهم وبذلهم مجهود أكبر وبالتالي مردودية أكبر ومنلاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين الزهرة وهي ذرودها الساعة خمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاثنين طبعا استمرار هذه الزاوية يعني تأثيراتها من ساعات صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثة أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبيزيد من ضعفهم وميلهم للفوضى والتقلب وبيكون حتى تقلبات في رغباتهم وهذا الشيء ممكن يؤدي فيهم لخيبات أمل عاطفية بدكوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا الآخرين دون أن تشعروا بدل على تقلب أمزجة الناس خصوصا النساء وسرعة تبرمهن وغضبهن ويستحسن تجنب إقامة الحفلات أو المعارض خلال هذا اليوم أو الانتباه أكثر لأدق التفاصيل ومن لاحظ تراجع في مدخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والميدان الفني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاود اقتران ممتزجة ما بين الشمس وما بين عطارد وهي بتكون ممتزجة ميلة للسعادة لما عطارد بيكون بالحركة الأمامية ولكن عطارد بيتراجع معناته الغالب بدل ممتزجة بتغيب الشوية للمنتحس أكثر طبعا هاي زاوية تأثيراتها من يوم 28 أربعة ومستمرة ليوم 7 خمسة ذروتها اليوم ساعة 11 و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكري وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبتزداد التوجهات لإجراء اتصالات وتنقلات وسفريات ضرورية ولكن ولنا عطارد بيتراجع بدنا ننتبه من دراستنا وامتحاناتنا وتركيزنا وباتصالاتنا من العصبية وأثناء تنقلاتنا من الحوادث والمفاجآت بيصبح التفكير بسبب تراجع عطارد وتشكل هاي الزاوية مشتت بقل التركيز نصبح متقلبين المزاج يجب الحذر أثناء قيادة السيارة تخلق لنا نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة طبعا قيادة السيارة وغير السيارة يعني أي شيء حتى البايسيكل بسكليت يعني بتكن تنتبوه بتدل على توجيه وتركيز وسائل الإعلام لانتقادات للحكومة ما وأعمالها وبرضو بيكون الناس في أو بيكون في نوع من أنواع الاضطرابات في قطاع التعليم أو الطلبة وزيادة عدد حوادث السير في الطرقات وتراجع في ميدان النشر والتأليف واللي يعني أي إصدارات جديدة ممكن إنها ما تلقى الرواج المطلوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح يتكون يعني على الساعة 11.52 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج يعني قبل منتصف الليل بثمان دقائق اللي هو من منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء ولكن هاي الزاوية تأثراتها بتبدأ من ساعات صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى عصر يوم الثلاثاء هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب بتدفعنا للإهمال عدم الاستقامة وبرضو عدم النزاهة في تعاملاتنا وبرضو بتزيد من الوسواس والقلق والشك والغيرة والأحلام وأضغاث الأحلام بتدلع استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقدية والاضطرابات في أسعار بعض السوائل مثل المشتقات النفطية وأيضا تراجع مردودية الصيد البحري والمبادلات البحرية وهناك احتمال وقوع تسممات لها علاقة بالسوائل أو الغذائية بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر يعني رح يبدأ خلو المسار من الساعة 11 و52 دقيقة قبل منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء ورح يستمر خلو المسار لغاية صباح يوم الثلاثاء الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الميزان هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي يعني ما بعد منتصف الليل طبعا في حلقة الغد رح نرجع نعيد هاي المعلومة إلى أنه بكون أكيد فيه أشخاص نسوها ولكن هي من منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء لغاية صباح يوم الثلاثاء خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه زاوية طبعا برضو يوم الغد رح نعيدها بنذكرها ولكن لها تأثيرات خلال هذا اليوم هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها ساعة ستة وخمسين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء ولكن هاي الزاوية لأنها في صباح يوم الثلاثاء تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الاثنين يعني من ساعات مغرب يوم الاثنين ولغاية يوم الثلاثاء مساء يوم الثلاثاء هاي الزاوية قائمة هاي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا منتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تحمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهاي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير ألاتها ومعداتها مختصر الكلام بعد كل هالكركبة من هالزوايا اللي إش إيجابي إش سلبي إش بيركز على الجمال إش بيركز على العواطف إش بيركز على ردات فعلنا أعطينا المختصر يا سعيد طيب وإحنا للأمانة نذكر الزوايا والتأثيرات حتى لو منعيدها وفي أشخاص بينزعج ويقول لك ظلك تعيد فيها تعيد فيها ما هو هاي الإعادة هي اللي بتخليها رسخة عندك ورغم هيك في أشخاص بيخطئوا وما بيلتزموا بالتحذيرات الأهم هاي الزوايا اللي بتصير رغم إنها بتصير ورغم إنه القمر ما رح يكون بطاقة الكاملة إلا إنه هذا اليوم يعتبر يوم إيجابي برضو مستمر لمساء يوم اللي ذكرنا عليها من ساعات ما بعد الظهر الإيجابية فاليوم الطاقة إيجابية أيضا ومستمرة لغاية ساعات المساء فيه كثير من الأحداث الممتازة جدا اللي رح تكون لصالح الجميع ولكن ما بتمنع هاي الزوايا إنه الأشخاص يكونوا حذرين على أموالهم مصاريفهم يحاولوا يبعدوا عن نزعة التسوق أو المشتريات الغير ضرورية أو المصاريف الغير ضرورية ما زالت الزوايا بتدل على وجود المحتالين والنصابين اللي ممكن يستغلوا أي شخص فيكم بتكون تنتبهوا ما تأمنوا لأي شخص خوفا من بعض الزوايا اللي إلهي علاقة بالابتزاز أو بالتحرش الجنسي أو بالاغتصاب انتبهوا برضو على عواطفكم من التقلبات ردات فعلكم وحساسيتكم لأنه هاي رح تخلق مشاكل كبيرة ما بينك وبين الأطراف ولا تفرضوا سلطتكم على أحباكم هاي أهم المختصرات خلال هذا اليوم لجميع الأدرج من نسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية على أنواعها إلا الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت صغرى أو تنظير أمور إلها علاقة بأشياء يعني مش إشي اللي هو مثلا استئصال ورم يعني لأنه هاي منطقة حساسة فمتوقع أنه يكون فيه التهابات فعشان هيك طبعا نديروا بالكم في هاي النقطة بالنسبة لعملية التجميل منعيد ومنكرر ومنرجع منذكرها كمان مرة أي شيء عملية تجميل ما بتترك أثار على الجسم إذا صار فيها أخطاء عادي أعملوها ما في أي مشكلة يعني تنظيف بشرة أمور الحقن الخفيف أما تجميل يتطلب دقة والنتيجة ممكنة تعمل خلل إذا صار فيها خطأ فهنا ما تغمروا بهاي الفترة بالنسبة للشعر الزاد لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته أبدو ينتقل لبرج الميزان اللي هو الخلو المسار القادم وهو طبعا يوم صباح يوم الثلاثاء ولا أنه خلو مسار قادم وطبعا اليوم في صندوق الوصف نزلت نزل كتبت جدول خلو المسار لا شهر أيار مايو موجود خلال طبعا خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس أربعة خمسة بيبدأ في تمام ساعة تسعة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين وواحد ثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر 11 يوم في تمام ساعة 12 وستعشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بيصور عمر 12 يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21 خمسة الآن سعيدة بنسبة 60% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 30% وبتكمل طيلة النهار القمر في العذراء حتى يوم 22 سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% في ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% وفي ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 15% ولكن زي ما حكينا أنه يغلب على هذا النهار السعادة عطارة في الثورة بيتراجع حتى يوم 15 خمسة منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات المساء مساء يوم الاثنين بصير منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 خمسة سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أرنس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو بيتراجع في الدلو حتى يوم 11 خمسة بعدين بدي يتراجع في الجدي كمل تراجعه منتحس بنسبة 30% في المية هيك نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من الحركة المفصلة ما تنسوا لايك وديس لايك والكبسات هيتكبسوا عليها مثل ما بدكم إذا عندكو اقتراحات أو عندكو طلبات أو عندكو استشارة بمسألة معاه أو حابين نحكي في موضوع ما ياريت تدندلوا على التعليقات وتكتبوا لتعليق بالإشي اللي بدكم إياه طبعا تدندلوا بلغة الأردنية والفلسطينية يعني تنزلوا بلاش تنفهم بلغات أخرى كلمة ثانية الله يرضى عليك ويبارك فيك وما تنسونا من دعواتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر